النهاردة الظهر حصل حريق محدود في جزء من الشدات الخاصة بالوجهة الخلفية الغربية للمتحف المصري الكبير المتحف ده المفترض أنه بيتم افتتاحه بشكل جزئي في شهر يونيو الجاري بعد تأجيل أكتر من مرة بسبب تأخير أو تأخر أعمال الإنشاءات وبسبب أحداث الثورة اللي فات وزارة الأسار أعلنت بعض ساعات من الحريق أنه كان محدود وأنه لم يمس إلا الأجزاء الخشبية فقط في الشدات المعدنية المؤقتة اللي بتغطي الوجهة لكن تم احتواء الحادث سريعا وتم اطفاء الحريق لضمان عدم امتداده لأي مناطق أخرى الوزارة كمان أكدت أن الحادث بعيد تماما عن المتحف نفسه ولم يتعرض المتحف أو أي قطعة سرية لأي خطر وطبعا ده مهم جدا أنه ما يكونش اتعرضت لأي أخطر